بس الأهم من إحنا بنشتغل إزاي الناس بتتجاوب إزاي ودوت يمكن يعني هيجوا يوب على الحريك بتقولي عليه إحنا بنقول للناس يا جماعة مش إحنا بس اللي لازم نشتغل مش لازم الحكومة مش لازم الدولة مش لازم الهيئات أو الفرق المنظمة هي اللي تشتغل لكن إنت نفسك دورك هو أساس الشغل دوت أساس إنه يبقى فيه تطوير أساس إنه إحنا نحس إنه فيه تغيير قريب مننا دايماً يقولك هو اللي بيعملوا الحكومة أو لما نيجي نتكلم كسياسة هو ليه الهيئات العليا لما بتيجي تشتغل ما بيأثرش مع المجتمع لإنه إحنا بنشتغلش مع بعضه كلنا ما بقاش فيه عمل جماعي كده كلنا كل واحد فينا بيتحرك في المنطقة بتاعته وبيعمل فيها اللي قدر يعمله عشان كده كانت فكرة المبادرة من البداية خالص مبادرة بينا هي إنه إحنا نشجع ناس الشباب المجتمع إنه يتطوع فلما يتطوع يكون هو اللي موجود جوه المؤسسات اللي موجودة عندنا اللي هي مستدر رعاية ونتكلم هنا على أيتام ومسنين ودفع اجتماعي فلما يكونوا موجودين في الدور دي هبقى أنا متطمن هبقى أنا متطمن إنه مستدر خدمة اللي بيتقدم بيتقدم بأفضل خدمة لإنه ثم هو حاسس الرجل اللي موجود من مشرفين ومن أهالي موجودين جوه الدار دي بيحاول إنه هم يراب الولاد بأفضل طريقة إنه فيه حد بيوجود معه بيساعده مش مطلوب منه إنه هو يرقب عليه خالص تمنوا إنه يساعده مطلوب منه إنه يكون هو كمان جزء من العيلة الكبيرة اللي جوه الدار فبناءنا عليه هتلاقي الموضوع ارتقب بشكل كبير جدا حتى لو تقسمت الرقابة على مجموعة من المتطوعين يعني ما تتخذش كمهنة لك أنت عندك في وقت من الأوقات بيبقى عندك وقت فراغ بره أو في بلاد كتيرة بيعملوها زي خدمات اجتماعية صحيح هو المثل مش حلو مش مظبوط يعني مثلا أنت عملت مخالفات في المرور كسرت إشارة المرور عديت في مشاغ غلط بسرعة معاملية هم ما اللي هيخدوا منك فلوس ولا حاجة بس عليك ساعتين خدمة اجتماعية وبتضطر مهما كان مستواك الاجتماعي مهما كان منصبك مهما كان أي حاجة أنت تحت طوع أي جهة حكومية لمدة ساعتين بس بجد بالضبط إيه رأيك في الفكرة دي وإحنا ليه ما عندناش عقوبات برنائة زي كده والله إحنا اقترحنا الفكرة دي بشكل كبير مش بس كمان إنها تكون عقوبة لا هي كمان إنها تكون نعمل أنواع التطوير عند الطالب الجميعي إن حضرتك وإنت بتشتغل تاخد عليها كرادت بالضبط كده بتاخد عليها بوينتس بوينتس دي متاب بالنسبة لك أو نقط النقط دي إحنا كل ما بتعلى عندك كل ما مستوى الدراسة بتاعك بيزيد أو مستوى النشاط الطلاب اللي إنت بتشتغل عليه بيزيد إحنا بنفكر أو بنقول من المجلس الأعلى للجماعات يلا تعالى نحط دوة كنظام موجود عندنا أصدق طبعا إحنا عارفين إن مثلا النشاط الرياضي بيبقى عليه درجات اللي ما بيلعبش أي رياضة يعمل إيه يعمل إيه ما هو فيه بنات يعني ما بتحبش تلعب حاجة رياضية فيه شباب نفس الحكاية ليه ما يكونش فيه نقطة زي ما بنقول ودرجات أعمال سنع خاصة بالنشاط المجتمعي نحس الولاد ولادنا كلهم إن البلد دي بتاعتنا احنا بتاعتنا كلنا خلينا سأليك سؤال الصغير قوي يعني إيه خدمة مجتمع يعني ده سكتور موجود في كل الجماعات اسأل أي طوال بيخش الجامعة من باب الجامعة كده خش كده ونعمل تقرير نطيف قوي وننزل نسأل يعني إيه خدمة مجتمع ماش عارف يعني إيه يعني إيه خدمة مجتمع لكن لو إحنا بقى صغنا خدمة المجتمع بشكل جيد وطلعنا للناس مهام بتحصل وبنسكن لكن احنا في أسداء عملنا التطوعي احنا حاليا دلوقتي قاعدين حاجة اسمها الدليل الوطني للتطوع الدليل دوت من أفضل الانتاجات اللي احنا اشتغلنا عليها خلال السنة 2-3 ألفاته لأنه هو بالتعاون مع نظامة الأمم المتحدة للتطوع مع بلان انترناشنال فحاجة مستوها الفني ده تقيلة ده تقيلة ليها قيمة بالضبط كده فالدليل دوت لما اشتغلنا عليه او اللي اتعلمناه منه احنا كمان كفريق عمل هو ازاي تتعامل مع المتطوع ازاي تبدأ تكذبه مش بس انك تكذبه ازاي تخليه يستمر في ان هو يشتغل في العمل التطوعي ممكن اقولك حاجة ممكن تهدم النقطة دي ايه لو واحد موظف في حتى وجيله الباشا المتطوع او الست هانم المتطوعة اللي هتقعد لها ساعتين في الدار وهتمشي ومش هيشوفها تاني هو مش هيخليها تعمل اي حاجة من اللي مفترض انها تعملها جواه حيبقى عنده احساس بالرقابة اللي حضرتك بدأت بيها كلامنا اذا الكورس ده مش بس للمتطوعين دليل انا وحضرتك اللي بنشتغل في اي جهة ان احنا المتطوع ده ده اجباري علي مش اختياري ومن مهامي اني اسهل عليه مهمته ان هو يؤدي ده هو انا بحب ببقى معك عشان كده يعني حقيقي مش بحضر والله الاول عايز اعلق على الصورة لان ممكن بجوري تاني لان طبعا النشاط طبعا دكتور غادة اه دكتور غادة وبنبعث لها بمراسيل وتهاني وامنيات بالتوفيق ان شاء الله في مهمتها الجديدة اللي عارفين انها تعملها على اكمل وجه اتفضل ياك كريم برجع اقولك ان احنا فعلا الدليل اصلا معدل المسؤولين عن المتطوعين ومعدل المتطوعين وما بنعملش اي عمل لا علاقة بكيان او بننزله المتطوعين الا منضر بالناس اللي هتشوف المتطوعين دي ماينفعش هدخله كده مرة واحدة فمثال عندنا حملة اسماء كون متطوع دي حملة عندنا احنا كنا بنفذينا بنعملها في الجامعات وبنعملها في النوادي فمثال النوادي بالمتطوعين وقلنا للناس يلا اي دي اسماء الدور الموجودة حواليكو جنب بيتك كل المطلوب منك انك تتواجد لمدة زمنية على قد ما تقدر فوق تفرغمك نفس المسج اللي احنا كنا بنقولها على مستوى العالم كله بتحصل تعال انزل طب هعمل ايه يا انتها انا مش فاضي لا احنا محتاجين منك ساعة انت مدرس صح مدرس عربي طب اي رأيك لو درست الولاد او علمتهم عربي طب انت بتلعب كورة طب اي رأيك لو جمعناك الولاد بتعدون عملت لهم نشاط وعملت لهم نشاط رياضي طب هو ما هو لو هو راح كده وقابل اللي حريك بتتكلمي عني استحالة يبقوا هتخرج الولاد سيبهم قاعدين انت مين انت جاية تتريس عليا ولا تجاية تساعدني في شغلي وانا طلبت مساعدة هو انت فاهم احنا بنعمل ايه هو انت عارف احنا بنعمل ايه يا سيطر جملة دي بالزبط طب انا ازاي اصلا اني بقى دوري وهنا بقى ان انت ازاي تخلع عنده المسئولية فانا خلقت عنده مسئولية النواة ازاي استكشف مواهب المتطوع اللي جايله لو هو سن صغير او كبير فقدر ازاي اعمل معاه مقابلة تعريفية اعرفه بالدار وعدد الولاد اللي عندي واعمارهم واحتياجاتهم اللي هي احتياجات ممكن تكون زي ما قلنا فنية او رياضية او ان هم حابيني بس او تعليمية او تعليمية فبناء عليه اخلق حالة من الدمج المجتمعي وهو دوت اللي احنا دايما عايزين نوصله ممكن احنا كلنا متابعين دلوقتي على السوشال ميديا قد ايه المجتمع كله تعاطف مع الولد اللي طلع وتكلم على حالته ان هو محتاج الناس تقف معاه في ظهره علشان هو بيتعرض لتنمر معين مش هو بس بيتعرض لتنمر اي حد بيحس ان هو مش جوه المجتمع بيتعرض لتنمر يمكن اي حد موجود في المجتمع مش قادر الناس تاخد بيديه بيتعرض لتنمر اللي احنا بنتكلم فيه ده بيكسر الحتة دي بيكسرها لانك لما بتروح الدار تروح ترجع لابنك تقول له احنا عملنا ايه المرة جاي بتاخد ابنك معاك فابنك في المدرسة ما بيعرضوش لتنمر عشان فهم يعني ايه ابن دار فهم يعني ايه احنا كلنا بنمر بظروف عاملة ازاي ربما انت تشوف الظروف دي بشكل مختلف وانا في شكل مختلف وحضرتك في شكل مختلف ولكن ازاي كلنا نقدر كمجتمع ندمج ده ده دور المتطوع بس انا ما شفتش في اي مكان في الدنيا ان موضوع الخدمة الاجتماعية ده ما بيعديش عليه كل الاهل البلد يعني بشكل او باخر احنا بدأنا باي عقوبة ليه عقوبة مش جريمة يعني مع واحد ما عملش جريمة عمل مخالفة بسيطة راجل كويس او ست كويسة شابة او شاب سواء درجات حوافز باي شكل يعني كل الناس لازم تمر بالسيركل دي لان احنا عندنا احنا ما نفهمهاش مش عارفينها مش عارفين حدودها ايه طيب وزارة التضامن الاجتماعي ازاي هتخلي من خلال المبادرة كلنا نبقى عارفين موضوع الخدمة المجتمعية او الاجتماعية هو السؤال دايما هو الناس عشان تعرف وعشان نقدر نعمل حاجة كل الناس تشارك فيها لازم بقى في حاجة اسمها منظومة اه خلص احنا اللي بنشتغل عليه دلوقتي احنا نعمل منظومة منظومة دي الكترونية بلاتفورم كده لطيف قوي هتلاقي حاجة اسمها التطوع او مسمينه عالم التطوع عالم التطوع ده في ايه فيه الكينات اللي فيها تطوع وفيه فرص التطوع اللي ممكن تروحها فيه الموعيد اللي ممكن تروح فيها وفيه كمان انت هتستفد ايه ده ممكن يبقى أبليكيشن هو أوريدي بقى أبليكيشن بقى اسمه ايه الأبليكيشن ده الأبليكيشن اسمه عالم التطوع احنا دلوقتي بنقفل فيه خلاص عالم التطوع عالم التطوع وموقع الكتروني كمان مش أبليكيشن بس موقع الكتروني شغالين عليهم هما الاتنين احنا أوريدي اللي خلصنا منهم 80% معنا فيهم اكتر من 48 كانت تطوعي وبتدرجهم بقى يعني كانت دولية ومنظمات حكومية وفرق شبابية صغيرة جدا بتشتغل وعندها فرص تطوعية طب وبعدين أهم ما في البرنامج ده أهم ما يميز البرنامج ده احنا شغالين عنه احنا نطلقه هو الأكاونت الشخص بتحضرتك أكاونت بتاعك له ستاة دينا عملت عدد ساعات تطوعية 100 ساعة تطوعية السنة دي فكل ما بيعدي عدد الساعات التطوعية بتاعتها بتاخد مميزات في بونس بالزبط في مزايا بتحصل عليه والمزايا جاية من الكائنات التطوعية فحرك لو شاب وعملت عدد ساعات تطوعية كويسة ممكن تسافر مع سكولرشيب معينة منحة طلبية الله دي فكرة حركت ممكن لما بتعدي عدد ساعات تطوعية معينة لما افتح انترانشيب أو وظيفة مؤقتة عندي انت أول واحد لأن انت قدت عندي ساعات تطوعية لما تيجي تشتغل عندي في وزارة التضامن أو تيجي تشتغل في وزارة الشباب انت أولى لأنك اشتغلت معايا عدد ساعات تطوعية